اهلا بكم عزيزاتي اعزائي المشاهدين في الحلقة الماضية تحدثنا عن فن الرسم والنحس في العصر الاماوي وعدم تحريمه كما هو شائع وعلاقة هذا الفن بالتقافة اليهودية على الخصوص وطرحنا بعض الاسئلة التي تحتاج لاجابة ومنها هل الخلفاء الامويين كانوا مسلمين بالمعنى الذي نفهمه الآن؟ اولا لا يوجد اي مخطوط او عملة او نقش في البدايات الاولى للقرن السابع الميلادي ولا قبله يتحدث عن الاسلام والمسلمين فكلمة مسلم او اسلام كعقيدة ظهرت في فترة متأخرة عن البدايات الاولى لما نسميه الآن التاريخ الاسلامي فالعرب كانوا يسمونهم بالطيايا او السرسين او الهجريين او الاسماعيليين واسماء اخرى لكن ابدا لم ينعتوهم بالمسلمين فكلمة اسلام ظهرت اول مرة في النص القرآني كما تعرفون ففي سورة آل عمران 19 وفي اقدم مخطوطة تحمل هذه الكلمة هي مخطوطة ارب 328 الف التي تعود لمصحب بريزينو بيتروبوليتانوس الرقعة 2 ب إن الدين عند الله الاسلام فكلمة اسلام من اسلمة انقياد تام وكامل كما جاء في سورة الحزرات الآية 14 قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل ايمان في قلوبكم فالاسلام شيء والايمان شيء اخر فالاعراب انقادوا تماما للحكم الجديد ولكن قلوبهم لا تؤمن بما أتى به صاحب الرسالة إذن كلمة اسلام تصف الحالة التي عليها القوم وليس ايمانه وهذه الكلمة هي من جدر كلمة آرامية شليمة بمعنى سليم بريء صحيح وفي اللغة العبرية شليم معناه كامل إذن الدين الإسلامي معناها الدين الصحيح السليم الكامل وما معنى كلمة الدين بما أن الإسلام ليس معناه إيمان وعقيدة بالتالي فكلمة دين لا تفيد بالضرورة العقيدة والإيمان كذلك وبالرجوع إلى جدر الكلمة في اللغة الآرامية دين بمعنى يحكم يقضي يعاقب وفي اللغة العبرية دينة بمعنى حكم قضاء وبالتالي منه جاءت كلمة مدينة بمعنى مكان محكوم محصن بحصن أو أسوار نقول كذلك الله هو الديان أي صاحب الحكم والسلطان متى؟ يوم الدينونة أي يوم الحساب والقضاء والعقاب أطلبك دينا أطلبك بقضاء حق وفي سورة يوسف الآية 76 نجد عبارة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك بمعنى ما كان ذلك في قضاء الملك كما قال قتادة وهكذا فعبارة الدين الإسلامي معناها الحكم الصحيح السليم الكامل إذن عندما انتصر العرب على شعوب أخرى دخلوا في الدين الإسلام بمعنى تحت راية الإسلام وحكمه ننتقل للسؤال الثاني هل الخلفاء الأمويين كانوا مسلمين بالمعنى الذي نفهمه الآن؟ الجواب يظهر في الحوليات المارونية التي تعود لما بين سنة سمية وثمية وخمسين وسبعة وربعة وستين عندما نقول كلمة حولية معناها الأحداث التي وقعت خلال السنة نجد في مخطوطة بالخط السرياني بالمكتبة البريطانية وتتألف من 14 رقعة ما يلي تم قتل حديثة ابن أخت معاوية كما تم دبح أبو تراب أي علي وهو يصلي في الحيرة معاوية نزل للحيرة وتلقى البيعة من جميع القوى العربية هناك سنة سمية وثمية وخمسين وفي سمية وستين تجمع الكثير من العرب في القدس كانت تسمى مدينة إلياء أنداك وجعلوا معاوية ملكا وصعد ونصب في الجرجتة الجرجتة معناه مكان صلب المسيح وصل هناك ثم ذهب إلى جسيماني ونزل إلى قبر مريم المبارك وصل به وفي تلك الأيام كان العرب قد تجمعوا هناك لمعاوية وحدث زلزال كبير هدم الكثير من مدينة أريحة وكذلك العديد من الكنائس المجاورة والأديرة وفي شهر يوليو من نفس العام تجمع الأمراء وكثير من العرب وقدموا ولاءهم لمعاوية ثم صدر قرار على أنه يجب أن يعلن ملكا في جميع القرى والمدن الخاضعة له وينبغي جعل التزكيات والدعاء والصلوات له وقد سكى أي معاوية الذهب والفضة ولكن لم يقبل ذلك لأنه ليس عليها علامة الصليب وعلاوة على ذلك معاوية لم يضع تاج مثل الملوك الأخرى في العالم ووضع عرشه في دمشق ورفض الدهاب إلى عرش محمد ما نلاحظ في هذا النص هو دقة الوصف الجغرافي للمنطقة فالكاتب ابن هذه المنطقة أو يعرفها جيدا فالصعود إلى الجلجتة مكان صلب المسيح والنزول إلى كنيسة قبر مريم العدراء قرب بستانج السماني كلها تفيد أن صاحب المخطوطة يصف مشهدا حقيقيا هناك شيء آخر يؤكد ما يقوله وهو حدوث زلزال سنة 960 فالأبحاث العلمية الحديثة تفيد أنه بالفعل حدث زلزال في تلك السنة كما نرى على الشاشة وكذلك الشيء الثاني أو العملة التي كانت شائعة في عهد معاوية فعلا تحمل صلبان وقبلها رموز أخرى كما طبعا تذكر المخطوطة وكل هذه الحقائق التاريخية غابت عن السير والروايات الإسلامية المعروفة والتي كتبت بعد قرن ونصف من تلك الأحداث فكما هو على الشاشة فإن العملة في عهد معاوية تظهر صليبا في يد الحاكم وحرف M تعني 40 نومية وكلمة دمشق تحت هذا الحرف وهذه الكلمة دمشق بالحرف العربي القديم عملة أخرى تمثل الحاكم العربي وهو يحمل سلة وبها رأس يحنى المعمداني ثم عملة أخرى للحاكم الذي يحمي كنيسة يحنى المعمداني في دمشق برمز الخروف كضحية وبيده صليب فكيف يعقل هذا في ظل ما قدمته لنا المراجع الإسلامية وهناك نقش حمامات قدارة للخليفة معاوية باللغة اليونانية ويبدأ بعلامة الصليب أليست كل هذه الأطار تؤكد الحولية المارونية؟ لتكملة الموضوع نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء